بعد تأجيل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية الذي كان مقرراً في الأول من 21 أكتوبر الماضي لأسباب لوجستية أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمد المنتخبة من قبل مجلس النواب انطلاق أعمال المؤتمر الدولي في مدينتي بنغازي ودرنة والتي تستمر ليومين بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية رئيس الحكومة الليبية أسامة حمد قال على هامش افتتاح المؤتمر إنه يهدف إلى التباحث والتشاور حول رؤية محددة لإعادة الإعمار لافتاً إلى أن حكومته تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف من جهتها أكدت بعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا في بيان مشاركتها في المؤتمر الدولي بصفة مراقب فني مشددة على أن حضور ممثليها في المؤتمر لا يعتبر تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد أو لوضع أي مشارك ليبي البعثة جددت دعوتها لمن وصفتهم بأصحاب المصطحة من الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة بدعم من البعثة الأممية للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل وإدارة إعادة الإعمار وتوزيعها بشفافية مع الإشراف الفعال والمساءلة أمام الشعب الليبي وتعرضت مدينة درنا شرق ليبيا في العاشر من أيلول سبتمبر الفائت إلى فيضانات مدمرة تسببت لمقتل وجرح وفقدان الآلاف من سكان المدينة وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسببت تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة ما أدى إلى نيارهما وتسببهما بتدمير أكثر من 25% من درنا بحسب تقارير شبه رسمية